موسيقى والهدف منه وأهميته أيضا بس قبل ما نحكي عن هالمشروع بدنا نعرف المشاهدين أكتر عن مؤسسة وزنات انتم مين وشو العمل اللي بتقوموا فيه تحديدا مؤسسة وزنات بالمفهوم الأوسع هي مؤسسة استشارية تنموية عندها ثلاث دواير الديرة الأولى هي كل شيء توجيه مهني سنحن بنشتغل بمدارس وبتصور وزنات كانت من المؤسسات الرائدة بهالمجال والديرة تانية هي التدريب تدريب انطلقنا فيه من المدارس ولكن هلأ نحن مندرب بمؤسسات برعاية بانجي اوز يعني حقل التدريب كتير وسع والدبارتمنت التالي هو إله علاقة بالكونسولتينج الاستشارة يعني مؤسسات كانت مدارس او غيرها نحن منساعدها ل اذا بديك نحط لها الورغانيجرام البروسيدجرز الـ 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 كل هولي بس كمان نحن منساعدها بالتطبيق يعني بالمرافقة من بعد العمل التيوريك بدو يكون فيه تطبيق ومرافقة نعم يعني اهم الشي هي ارشاد الشباب حول المهن اللي رح يكونوا عم بيستلموها بالمستقبل والمهن اللي هي صحيحة لقلهم نعم لانه كل الشباب يبقوا ضائعين من بعد ما يخلصوا مدرسة اي مهنة بدون ينقوا نعم هيدا من الاعمال الاساسية بمؤسسة وزنات نعم قدي هلأ عم بتواجهوا صعوبة بزل تحدي جائحة كورونا دي ممكننا نلاقي حال يعني نحن ما وقفنا لشغل ابدا دي ممكننا نلاقي حال مثلنا مثل المدارس كمان يعني كان عنا كتير حلقات على الزوم على التيمز بس الشغل ما وقف والمرافقة لتلميذ ما وقفيت ابدا كنتوا عم تقوموا يعني بارشدات عبر الزوم نعم نعم ميشيل ايضا اكيد انتم مالفين من فريق عمل كبير عم بيشتغل على الارض يعطيكم الف عافية خبرينا اكتر عن فريق عمل مؤسسة وزنات نحن فريق العمل بيتألف بين الخمسة عشر والخمسة وعشرين شخص يعني في ناس مسبتين وفي ناس هن وزنات ولكن عندهم كمان وزيفهم بنستعين بخبراتهم بالأكسبرتيز وقتا بيكون عنا بروجيكت بدنا خبرات معينة هنا بيستلموا البروجيكت ونحن فريق عمل كبير نعم يعطيكم ألف عافية ميشيل بلا ما نطر كتير المشاهدين رح ننتقل لمشروعكم الجديد نعم خبرنا أكتر عنه نحن مشوئين نعرف المشروع الجديد اسمه قادة متمكنون ومؤثرون صرنا تسعة شهر إذا بديك يعني مدة زمنية مش قليلة عم نشوف انه في أحباط كتير في يأس كتير قادة مسؤولين عن مؤسسات عن شركات موجوعين ومنفهم ليه موجوعين كلنا موجوعين يمكن تأثروا بالمردود يمكن خف الشغل كتير يمكن تأثروا صحيا من الجائحة يمكن خسروا ناس بحبوها يعني المشاكل كتير وصار تقلة كتير كبيرة على كتافنا ولكن هيدا الوجع عم بيعبروا عنه بيأس بأحباط بذل المجموعات اللي هني عم بيشتغلوا معه سو إجيت شو قالت وزنات إجيت قالت نحنا منعمل إذا بديك سيكل دو فورمسيون حلقة الشاد مجموعة حلقات تدريبية هدفها وطابع الأساسي اللي بيتغلب عليها هو الوجود القوي والإيجابي بالكوميونيتي اللي نحنا عايشين فيها بالمجتمع صح نعم اي متى رح يصير هيدا المشروع ميشيل؟ هلا هو رح يبلش آخر جمعة من هيدا الشهر من هيدا وبيضل لآخر جمعة من شهر تموز عبر تطبيق زوم عبر تطبيق زوم نحنا إذا بديك 250 متدرب امرأة ورجل من كافة المؤسسات إن كانوا مدارس أو رعاية أو سهولة حيكونوا ناس هن بدورهم رح ينقلوا هيدا المساج الإيجابي الحضور الإيجابي والقوي مع الناس اللي هن بيشتغلوا فيهم هيدا هو والأشخاص اللي مشاركين هن من جميع الإختصاصات أو من إختصاص معين وقدي عددهم كمان هن ميتين وخمسين معسمين على ثمان مجموعات من إختصاصات مختلفة يمكن يكونوا هن عندهم مسؤوليات بمدارس يمكن برعاية يمكن بشركات يمكن ببنوك يعني هن عندهم إختصاصات مختلفة مهم يكونوا أنه عندهم تأثير بالمجتمع يلي هن عم بيتفاعلهم طبعا والأشخاص اللي رح يكونوا عم بيرشدوا إذا بدنا نقول إنتم نقول يحاضروا هن مين هي طبعا ما في محاضرات بوزنات هي إذا بدك ريسي بروسيتي يعني دايما في تبيدل أخذوا عاتا دايما في تبيدل هن أكيد من عائلة وزنات نحن سبعة رح يكون في ميسيو سامير أستانتين مدير مؤسسة وزنات في مادام نادي نجميل مادام تريزيا جوهر مادام كارلة الزغبي مادام رانيا خصوب في دكتور غسان أستانتين وأنا معهم كمان فينا نرجع نذكر المشاهدين ميشيل عن أهم العنوين اللي رح يتناولها هالسيمينار إذا بدنا نقول نعم العنوين مختلفة وكل عنده هيدا الطابع الحضور الإيجابة القوية اللي عم نرجع نردده كل مرة عنا أوش التواصل إن كان التواصل الشفهي ولا التواصل الإيجابي الكتاب الإيجابي في عنا إنتليجنس أو الذكاء العاطفي الكاريزما وأسراره عنا كيف واحد بيقدر يأثر بالبوليك بالبوليك يعني يقدر يأثر على غيره بحكه في كيف أكون إيجابيا في عالم جدا سلبي كيف كنا مبسوط بظل هالأوضاع وبشغلي وبعملي وبمهنتي كمي كيف نوصل لأجميع معين هولي كلهم المواد رح نتناولهم مع الميتين وخمسين متدارد بعتقد أنه لازم يكون عنا سلام داخلي بالبداية نبلش من حالنا نعم ومن الألم ناخد ضعف وقوة هيدا السؤال اللي بدأت سألك هلا الإيجابية هي شوي بتختلف عن مفهوم النص الكبية الملينة الفاضية أو الشخص الإيجابي مش يعني شخص عايش بلا لالاند يعني ما بيشوف المشكلة ما بيعرف تأثيراته التأثير يلي ممكن تعمله على حياته مش يعني هو معصوم عن الألم أو مش يعني ما عم بحس ما عم بيعرف بديرة الألم كيف عم بتطوقه بس الشخص الإيجابي هو الشخص يلي أكتر بيركز على الحل أكتر من ما بنق أكتر من ما بيشوف المشكلة طبعا نحنا لازم نشوف المشكلة لأنه كمان ما بدنا نعيش بإنكار ولكن بدنا شوي نفوكس على الحل طب شو فينا نعمل بهيدا بهيدا الأساس يعني نحنا مش نحنا يلي عملنا المشاكل بس الردة الفعل يلي عنا هيدا بدأ تكون إيجابية يعني أكيد المشاكل موجودة بس لازم عطول نشوف كيف بدنا نعالج مش كيف بدنا نحط المشاكل ونعطلهم يمكن كل اللبنانية أكتر شي عم بأثر عليهم سلبيا هو التفكير الزايد يمكن مش التفكير الزايد قد التفكير السلبي يعني كما في تدريب للعقل قد بدوا يلتج إلى التفكير الإيجابي يعني هيدا ما بتجي يمكن في ناس الله خلقهم إيجابيين بيكونوا دو ناتور بس في ناس لقى لازم يمكن تدريب عقل هيدا بيكون تدريب متواصل هي الإيجابية ما بتجي لعنا ونحنا منحطنا هي الإيجابية يمكن بدنا نشتغل عليها بدأ تكون جزء لا يتجزأ من حياتنا بعدين بتصير ناتور يعني شيء نتعود عليه نتعود عليه بتصير جزء لا يتجزأ من شخصيتنا نعم أو من حياتنا اليومية حتى نعم نعم يعني طبعا ميشيل هيدا المشروع كتير مهم انطلاقا من النقاط اللي رحية تم معلاجتها من خلاله خلينا نحكي شوي ميشيل عن التحديات والصعوبات اللي عم بتوجهوها كمؤسسة بالوضع الحالي اللي عم بيقطع في بلدنا يعني التحديات مثل كل الناس لأنه نحنا جزء من الناس بس هيدول التحديات يعني نحنا يمكن نطلع عليها بطريقة مختلفة نحنا كمان موجوعين نحنا كمان عم نعاني من الدائقة الاقتصادية نحنا كمان يعني يمكن تأثرنا بصحتنا أو شفنا ناس حوالينا مقربين لقلنا تأثروا بصحته بس التحديات هلأ هي الاستمرار والاستمرار مش بمعنى سورفايفل الاستمرار بمعنى ثرايفين يعني النمو لأنه بخدم هيدا المشاكل فينا نضلنا عم ننمو وأنا بدي أقولك نحنا مؤخرا عملنا 250 حلقة إضافية نحنا هيك بوزنات مش رح نوقف كنا عم نشوف الصور يعني حتى مع الكمامة وكل شيء كنتوا مستمرين بالعمل أكيد مستمرين بالعمل ونحنا يعني عم نحكي 250 حلقة إضافية كل حلقة ساعتين ثلاث ساعات يعني مش إنه ساعة أو بريود 40 دقيقة أو راحت لأنه نحنا عم نلاقي إنه في حصاد كتير يعني الناس بدأ ناس توقف حد ولكن الناس يلي عم تكون سوتياء قليلة مش عم بس عم بحكي مش عم بحكي عن وزنات عم بحكي عم بحكي عن الناس اللي بتشبهنا كمان مدخيل ما رح أحكي بالمدخيل وبالمردود يعني مش هون النقطة الأساسية النقطة الأساسية كيف نضلنا ننمى به بهالمشاكل كله ونحنا فينا نتأقلم مع كتير ظروف حياتية وبتخلص بوقت معي نتخلص بس مهم إنه نضلنا وقفين حد هاي الكميونيتي حد هاي المجتمع ونكون عم عم نترك بصمة بمحل معين هيدول التحديات اللي عند أصلا العمل اللي عم تقوموا فيه كتير مهم أنتو عم بتوجهوا الجيل الجديد اللي هو الأمل اللي هو المستقبل وأنا بدأ إليك نحنا بس نشوف الجيل الجديد يعني أنا كلها الجمعة كان عندي حلقات مع تلميز كنت عم بقول لمعارفة إنه ما بتوقع هيك ردود فعل من تلميز ما بتوقع هالقد إيجابية عندهم إيجابية عم يشتغلوا عحالهم بيعملوا رشارج بيضلوا عم بيواكبوا كل الأشياء الجديدة بيسألوا يعني طالما عنا هيك تلميز وطالما عنا هيك كودات قادة طالما نحنا بألف خير وحنضلنا بألف خير صح صح بالفعل وعمالكم ميشيل بيشمل كل المناطق اللبنانية أو عم بتغطوا أماكن معينة لا نحنا عادة بالوقت النورمال الطبيعي كنا يعني كلنا سوا نهار بالبقاع نهار ببيروت نهار بالشمال نهار بجبل لبنان يعني كلنا كنا عبكرا نفل ونعمل مسافات ونرجع عشية طبعا هلأ مع تطبيق زوم والأونلاين اللي كان عم بيصير خلال السنة هيدول الديبلاسما خفوا أكيد لأنه كنا من بيوتنا عم نشتغل بس نحنا عادة نهار نغطي كل المناطق اللبنين نحنا حتى شغلنا بيمتد لبريات لبنان يعني كان عنا بروجيكت بالأردن بأبو دبي كان عنا بروجيكت بعدة أيضا مع جمعات ومدارس ومؤسسات مع مدارس ومؤسسات ونجي اوز نعم 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 ميشيل قدي بدحس أن المرأة لها دور كبير بالمجتمع وبمؤسسة وزنات أيضا المرأة عندها حضور كتير مميز بمؤسسة وزنات أكيد لأنه طبعا هي عندها دور مش أقول الأكبر لما يقول كتير فمينيست بس عندها حضور كتير مهم بالنتيجة هي نص المجتمع وبالنتيجة هي يلي عم بتربي ويلي عم تنقل الأفكار ويلي عم بتغزي عقول الولاد طبعا أكيد مع الرجل ومع البي بس هي الحضور مع الولاد عم بيكون يعني عندها حضور إذا بدي بالوقت يعني بتقود معه أكتر للولاد بتغزي عقله أكتر سوهي المرأة وعندها مع التلميذ يمكن كمان أنا بحس سيدا رأي لأنه عم بت عم بت ريفون عندها هيك يمكن بتحس أنه أنا مسؤولة عن هالتلميذ يعني متل كأنه بتشوفوا أولادها بهالتلميذ كيفية تساعدهم كيفية ترشدهم كيفية ترسم بسمة على وجه سوأكيد المرأة عندها دور كتير مهم إن كان بمؤسسة وزنات ولا برات مؤسسة وزنات ميشيل هل عم بتحس أنه بخبرتك بحسب خبرتك بالمؤسسة أنه الإرشاد المهنة عم بيختلف حسب الأعمار لأنه يمكن كمان بترفق بالجامعات أيضا نحنا في عنا مرافقة يمكن تريننج أكتر مع التلميذ الجامعيين أكيد تختلف حسب الأعمار لأنه الشخصية لازم تعمل يعني بدأت تطور الشخصية بس الشخص يتعرف ع حاله في أيام كتير بزيد عناصر ع شخصيته في أيام كتير بصير عم يكتشف حاله هلأ بوقت الـ بس نسأل التلميذ مثلا شو تعلمته هل نطرته أنه تروح البندميك أو عملته شي أو قدمته على شي جديد في كتير تلميذ تكتشف مواهب جديدة عنده تماما مثل بالتوجيه المهني يمكن التلميذ ما بيعرف شو فيه بعد ما عمل شادوين ما عمل انترنشبز بس يبلش يسأل بس يبلش يعمل رشاج بيكتشف أشياء هو ما كان مكتشفة من قبل سوأكيد في تطور معين طبعا مع المرشد أو المرشد بيكتشف حاله بتتطور شخصيته بصير بيعرف أكتر شو مقومات شخصيته بيعرف وهو شو بده وشو بده واني قات قوته واني قات ضعفه لأنه التوجيه المهني ما بتكون بس على انت شو بتحب المدرسة طبعا هيدا جزء بس كمينا انت شو مهاراتك نعم انت شو قدرت تعطي ميشيل ايضا هلأ منحس انه كل شي عم بيتغير العالم كله حولينا عم بيتغير وعم نشهد لتحول رقمي وبالتكنولوجيا كتير كبير فبيرأي كمرشدين اجتماعيين ومهنيين اولكن انه برأيكن في مهن رح تختفي ورح نشوف ظهور لمهن اجتماعيين طبعا نسايدة هيدا بده وقت طويل وبده حلقة طويلة هلأ بهالأزمة عم نركز اكتر على البصمة الاجتماعي على البصمة الايجابية على الحضور الايجابي على الحضور الحلو يلي حنكون عم دنقله للناس يلي هلأ عم نشتغل معه ميشيل شو بدحبت وشك كلمة اخيرة للمشاهدين اللي عم بيحضرون اليوم بدي اقللون انه نحنا بوزنات مش رح نوقف رح نضلنا هيدا الميضال نروح فيه للاخر هيدا البصمة نحنا عم نضلنا نلحقها هيدا الحضور نحنا بدنا نضلنا نكون فعالين بالمجتمع ويكون عنا حضور قوي مشان هيك نحنا كتير مبسوطين انه نقوم بهك عمل تدريبه كتير مبسوطين انه شوي ننقل ايجابية ورح يضلوا يشوفونا وين ما كان هيدا اللي بحب أكيد نحنا بحاجة لها الإيجابية وبحاجة لها الأمال ميشيل مطر نحنا بدنا نتمنى لكم التوفيق بكل الأعمال اللي عم تقوموا فيها وأيضا بمشروعكم الجديد وبرنا نتشكركم من قلبنا لوجودكم معنا اليوم مرسي كتير رايان مشاهدينا نحنا رح نتوقف لبريك صغير ونرجع منتابع مع فقراتنا خليكم معنا